سلام الله عليكم غالياتي و احبتي في الله ان شاء الله الفيديو اليوم تلقيكم كامل بصحة وعافية اليوم ان شاء الله راح نحضروا حلوة بثلاث مكونات فقط راح تكون بدون فارينة و بدون زبدة راح تكون حلوة معسلة و بزاف بنينة جيد لوب في الفم و كما راكم تشوفو شكلها بزاف رقيق و بنينة لواحد الدرجة ما نحكي لكمش اذا بدون اطالة قعدوا معي باش نشوفو المقادير و طريقة التحضير اذا سنبدأ و على بركة الله راح نجيب الريسيبيون راح نحط فيه ثلاثة كيلات من الفول سوداني و الكوكا و اللي يكون محمص و مطحون رقيق و بالنسبة للكيلة اكيد انتم ما تكيلو بوش حبيتو انا نكيل بهاد الوبول وهنا يا خياتي الكوكا و ما لازمش يكون محمص بزاف يعني ما لازمش يكون حمر حمصو حتى يدي اللون الذهبي كما تقدروا خياتي تعملو خاليط تعمو كالصيرات ضيفو جوز لوز و وش حبيتو ولا ضيفو الجلجلات انا هذه الحلوة ليس لنضيف الجلجلان لكن اليوم لا نضيف الجلجلان لاني بعد راح نرمض فيه الحلوة راح نضيف عليه نصف كيلة ناقصة واحد سنتيمتر من السكر العادي و نبشر عليه مبشور حبة ليمون كما ايضا تقدروا تعملو الفانيليا لكن ننصحكم تجربوه بمبشور ليمون يعطيه واحد الذوق رائع نخلطهم شوية حتى يتخلط هذا السكر مع التوكا و مبشور الليمون و من بعد راح نبدأ نضيف البيض البيض خياتي ضيفوه بالتدريج انا هنا ضفت احبه في الاول و راح نوجد حبه هكذا باش من بعد نلقاها واجدة و نبدأ نخلط حتى نتحصوه على عجينة اللي تكون متماسكة وتكون ايضا طرياء نوعا ما يعني ما تكونش بزفت للسق و نتحصوه على عجينة اللي نقدرو نشكلوها عندما كفتنيش احبه تعبيض راح نضيف الحبه الثانية و في نفس الوقت راني نطم و نعجن بهذا الشكل ما زل ما تلمليش الخاليط و ما تحصلش على عجينة على هدا راح نضيف احبه تعبيض لكن راح نضيفها بالتدريج و راني نعجن و نشوف اذا نكتره و بداية طم عندي شوفو هاوليكم بداية تشكل باك خياتي عجنو مليح اهد الكوكا و باش هدك سقور يدوب يولي اعسيله بعد ما عجنتها مليح و تحصلت على العجينة كما راكم تلاحظو نقدر نشكلها راح نجيب بابي فيلم و نغطي هاديك العجينة اللي تحصلنا عليها نغطيها جيدا ما نخليوش الهويقسها و نحطها بجيه و نخليها ترتاح مدة نصف ساعة هنه بعد ما جلست من الساعة على العجينة تعي ريحت شوفوه ما وليتش تلسق يعني هدك سكر داب و طلق العسيله و تحصلوه على العجينة طريا و ما تلسقش و نحتاج ايضا باياد البيض و عندي هنا يا جلجلال ليكون محمص غير شوية اللي راح نرمج فيه الحلوة تعي اذا نبدأ نشكل معاكم الحلوة نحن ندي شوية من العجينة تعي و نحن نشكلها على شكل حربوش بهذا الشكل و اكيد انتو مالي تتحكموه في العرب بتاع الحربوش تعكم ما تعملوه شعريض بزاف و لاقشين هكذا بعد ما شكلته حربوش راح نضغط عليه شوية بشي جي عندو وجه مستوي و مسطح نسقوه شوية كما راكم تلاحظو راعني تشكيل تعوجي بزاف سهل ما يغبنكم ما ولو ما يلسق في اليد ما ولو في نفس الوقت العجينة تعي راهي طريا اذا هكذا بعد ما سجمتها راح نجيب موس و نقطعوه الى مؤثلاثات كما ايضا تقدروا تقطعوها مقروطات ولا تعملوها غير كورات و من بعد نبدأ نهز بالحبة و نسجمها شوية و راح نغمسها في باياد البيض و من بعد نرمضها في الجلجلال نغطيها كامل بالجلجلال و هنا بالنسبة للجلجلال خياتي تقدروا تعوضوه بالفول السوداني و لا اي مكسيرات ايضا المهم ترمضوا الحبة تعكم في النوع المكسيرات اللي حبيتوه انا برك فضلت الجلجلال بعد ما نرمضها مليح في الجلجلال راح نجي و نزينها بحبة تعالوز اللوز تعي ما هوش محمر هكذا نغرسها في الواسط تعال الحبة بهذه الطريقة و نضعهم في سينية الفرن بعد ما نضع فيها ورقة الطهي و هنا نرى لكم شكل واحد اخر كما قلت لكم تقدروا تعملوهم مقروضات تعملوهم كورات يعني غير على شكل كورات و ايضا تقدروا تعملوه هاد الشكل نعمل احربوش صغير هكذا نفتحوه ما يكونش خشين بزاف و ما يكونش ارقيق و نعملوه بهذا الشكل نعملوه على شكل كعكات و نغمسوه في البيض و نزيد نغمسوه في الججلال هكذا يعني تقدروا تشكلوا هاد العجينة كما حبيتوا لانه جينا طريقة و تعطينا الطو و الهنا اللي تحب الحلواتها تكون عندها شكل يعني راقي كثر من هذا ننصحها انها ترمدها في البيستاش تجي روعة في الشكل و في المذاق و بعد ما كملت شكلت كامل الحلوة تاعي راح ندخلها للفرن يكون مسخا مسبقا اعلى 180 درجة هنا يلبنات اهم خطوة في هاد الحلوة هو الطياب تحا الطياب تحا حيدي معاكم مدة عشر دقائق لا اكثر على خطر اذا خليتوها كثر من عشر دقائق راح تولي الحلوة تاعكم ايابسا و في هاد الوقت اللي راه الحلوة تاعي الطيبة راح نوجد العسيلة باش نعسلها هنا هندي عسيلة الوجدان راح نحطها في هان لسيبيون و بلا ما تسخنوها لازم العسيلة تكون بردة و الحلوة تكون سخونة و عندي هنا شوية مكسيرات باش نزين بهم و عندي هاد الي سوغيز اللي قسمت كل حبة على تنين بعد ما وجدت الحلوة تاعي كما قلت لكم ما تديش معاكم وقت يعني جازت عليها عشر دقائق في الفرن فقط ووجبتها مباشرة راح نعسلها وهي سخونة نحطها في العسيلة هكذا و راح نخليها من زوج حتى ثلاث دقائق باش تتشرب بمليح العسيلة و هنا من الأحسن انكم تحطوا دو بول تحطوا فيهم العسيلة يعني باش تعسلوا بكمية كبيرة و في نفس الوقت تكون الحلوة تحكم سخونة هكذا بعد ما جاستعليها زوج دقائق حتى ثلاث دقائق وهي في هديك العسيلة راح نحطها فوق شباك باش تستقطر من هديك العسيلة الزائدة و في الاخير راح نزينهم بالمكسيرات اللي عندي عملت حبة تا بيستاش و نص حبة تعجوز و نص حبة تعليس وغيز و حطيتو في الكيسات الوراقية اذا هدا وخياتي شكل الحلوة تعنا كما راكم تشوفوا شكلها بزاف راقي والله معس لغ القلب و بزاف بنينا على بلي بلي هاد الحلوة اذا جربتوها لهاد العيد ان شاء الله رايحة تعجبكم و راح تساعد بزاف الناس اللي تحب الحلويات بدون فارينا و بدون خميرة و هكذا خياتي نكون وصلنا للنهاية ان شاء الله تكون عجبتكم الحلوة تعليو و دمتم اوفياء للقناة و في امان الله